السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بلغنا رمضان وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه حياكم الله في الحلقة الأولى من سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا يتعلمون مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمونها أبنائهم حتى قال علي بن حسين رضي الله عنه قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن فكان لمغازي النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة في حياة سلفنا الصالح كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لم يأذن الله عز وجل له بقتال الكفار فلما هاجر إلى المدينة جاء الإذن بالقتال وأنزل الله عز وجل قوله تعالى أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير فكفار قريش ظلموا المسلمين وأذوا المسلمين حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم مات تحت التعذيب آذوا النبي صلى الله عليه وسلم تآمروا على قتله حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من أتى بمحمد حيا أو ميتا فله مئة ناقة منعوا الصحابة من الهجرة ومن هاجر أخذوا أمواله صادروا كل امتلكاته حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إلى المدينة النبوية لم يسلموا من أذى كفار قريش فقد كتبوا إليهم رسال تهديد ووعيد وقالوا لهم لا يغرنكم أنكم أفلتتم إلى يثرب والله لنأتي أنكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم وتآمروا مع المشركي مشركي الأوس والخزرج الموجودون في يثرب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأقل إخراجه من المدينة فكانت حرب شاملة من هؤلاء الكفار ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين فلما جاء الإذنه من الله عز وجل بقتال هؤلاء الكفار بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال السراية سرية تل وسرية أول سرية خرجت في الإسلام هي سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه خرجت في رمضان ونظروا سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في ربيع الأول وأول سرية خرجت في رمضان يعني كان هناك ستة أشهر ما بين وصول النبي صلى الله عليه وسلم وخروج أول سرية كانت هذه الفترة فترة تنظيم المدينة النبوية تأمين الجبهة الداخلية فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي آخى بين المهاجين والأنصار كتب معاهدة بينه وبين اليهود في داخل المدينة فكانت المدينة آمنة والجبهة الداخلية آمنة خرجت أول سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أول سرية في الإسلام خرجت في رمضان في مثل هذا الشهر الفضيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه خبر أن قافلة التجارية لكفار قريش قادمة من الشام فأرسل هذه السرية مع حمزة رضي الله عنه ثلاثون رجلاً كلهم من المهاجرين وكان حامل اللواء في هذه السرية في أول سرية هو الصحابي الجليل أبو مرثب الغنوي رضي الله عنه انطلقت هذه السرية فلما وصلوا إلى ساحل ساحل البحر جهة العيص فإذا بالقافلة التجارية لكفار قريش لكن كانت المفاجهة أن هذه القافلة يحرسها أكثر من ثلاثمائة رجل بقيادة أبو جهل فرعون هذه الأمة فتفاجأ الصحابي رضي الله عنهم من كثرة عدد هؤلاء المشركين لكن حمزة رضي الله عنه أصر على مواجهة هؤلاء الكفار مهما كانت النتائج اصطف الجيشان ثلاثون مسلماً مقابل أكثر من ثلاثمائة مشرك ولا شك هذا العدد غير متكافع لكن إيمان الصحابة رضي الله عنهم وتنفيذاً لأمل النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا بهذه المواجهة قبل أن تبدأ المعركة قدم رجل يقاه له مجدي بن عمر الجهاني هذا الرجل كان حليفاً للمسلمين وحليفاً لكفار قريش دخل هذا الرجل كواسطة بين الجيشان حتى ينهي هذا النزاع وبالفعل استطاع هذا الرجل أن ينهي النزاع وأن تسير قافلة قريش إلى مكة وأن يعود جيش المسلمين إلى المدينة فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صنيع مجدي بن عمر الجهاني فكانت هذه أول سرية خرجت في الإسلام سرية حمزة بن عبد المطالب بعدها بشهر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة تجارية لكفار قريش قادمة أيضاً من الشام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية مباشرة بقيادة عبيدة بن الحارث رضي الله عنه سرية قوامها ستون رجلاً وكان حامل اللواء هو مصطح بن أثاثة رضي الله عنه انطلقوا بسرعة إلى جهة رابغ فلما وصلوا إلى المكان فإذا بالقافلة فيها ما يقالب مائتين رجل حراسة بقيادة أبو سفيان فهجم الصحابة رضي الله عنهم على هذه القافلة فاعترض المشركون أمامهم أكثر من مائتين رجلوا اعترضوا أمام جيش المسلمين وبالفعل حصل مناوشة وترامي بالسيام وكان أول من رمى في سبيل الله هو سعد ابن أبي وقاس رضي الله عنه رمى في هذه السرية رمى جيش المشركين فكان أول من رمى في سبيل الله في أثناء هذا الرمي شك الكفار أنه ربما يكون هناك كمين لهؤلاء المسلمين كيف فقط مائتين رجل ربما يكون هذا طعم بينما يكون البقية يهجمون على القافلة لأن القافلة انطلقت إلى مكة وهنا الجيش في مواجهة جيش المسلمين ربما يكون لهم كمين آخر أو جيش خلف هذا الجيش فخاف المشلكون وشكوا في الأمر ثم انهزموا ولحقوا بقافلتهم كان سبحان الله في جيش المشلكين كان هناك رجل يقاوله المقداد ابن عمر وآخر يقاوله عتبة ابن عتبة بن غزوان رضي الله عنه كانوا هؤلاء في جيش الكفار كانوا مسلمين قد أخفوا إسلامهم وخرجوا مع هؤلاء الكفار حتى يتوصلوا إلى المسلمين فلما حصل هذا اللقاء وحصلت هذه المناوشة وهذا الانهزام في ظل هذه المعمعة استطاع هؤلاء أن يتركوا جيش الكفار وأن ينضموا إلى جيش المسلمين توقف المسلمون عن اللحاق بهؤلاء الكفار وعادوا إلى المدينة النبوية ونجت القافلة فكانت هذه أثاني سرية في الإسلام سرية عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه بعدها بأيام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية الثالثة بقيادة سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه وكانت سرية خاصة قوامها عشرون رجلا وقيل ثمانية وكانت هذه السرية يسرون على أقدامهم يسرون في الليل ويكملون في النار كان حامل اللواء في هذه السرية كان المقداد ابن عمر رضي الله عنه الذي دخل مع المسلمين قبل أيام في سرية عبيدة رضي الله عنه فانطلقت هذه المجموعة في ظل هذه السرية التام يسرون في الليل ويكملون في النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاس وأمره ألا يتجاوز منطقة الخرار قال له إذا أتيت هذا المكان فلا تتجاوزه وبالفعل انطلقوا يسرون بهذا الشكل فلما وصلوا المكان وصلوه في اليوم الخامس فقالهم الناس أن القافلة قد مرت أمس فتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز سعد رضي الله عنه هذا المكان مع أن القافلة قريبة منهم وكذلك لدخول الأشهر الحرم فعات هذه السرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال السرايا لدخول أشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة ومحرم فلما انتهت الأشهر الحرم وجاء شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواب وتسمى أيضا غزوة والدان خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج المصطفى الهادي نبي الرحمة خرج في أول غزوة ينبغي على كل مسلم يحفظ هذا الاسم غزوة الأبواء وإيضا تسمى بغزوة والدام وكان حامل راية في هذه الغزوة أول غزوة الغزاها النبي صلى الله عليه وسلم هو عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطرب خرج النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه القافلة مسلئة لاغتنامها فلما وصل إلى المكان فإذا القافلة قد فاتته لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع مهاهدة مع قبيلة ضمرح معاهدة صلح بينه وبين هذه القبيلة ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وصلى الله عليه وسلم مع رسول الله